لم يتأخر رضو واشنطن عن مقتل جنديين من قواتها وآخر بريطاني بقصف صاروخي للميليشيات الأربعاء على قاعدة التاجي في بغداد التي تضم قوات أمريكية وأخرى للتحالف الدولي مع ساعات الفجر الأولى بدأت وزارة الدفاع الأمريكية قصفا غير مسبوق من حيث الأهداف المختارة التي وصفتها البنتغون بالدقيقة حيث شملت أكثر من 34 موقع للميليشيات الموالية لإيران في جرف الصخر ببابل ومطار كربلا ومقار أخرى في واسطة والبصرة خلفت عشرات الجرح والقتل بينهم القائد في الحرس الإيراني سيماند مشهدي هذه الضربات الأمريكية المدمرة ولحظات الذعر التي توثقها المقاطع المصورة مع بداية القصف على جرف الصخر تؤكد بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن أمريكا بدأت بالفعل تقليم أظافر الميليشيات الموالية لإيران في العراق والحد من قدرتها الصاروخية لاستهداف المواقع والمصالح الأمريكية وهو ما يظهر جريا في خطاب وزير الدفاع مارك إسبر الذي قالها بصراحة من يهدد مصالحنا فنن يفلت من العقاب على الجانب الآخر بدأ رد الميليشيات الموالية لإيران بالعراق باهتا يعتريه كثير من التردد حيث اكتفت ميليشيا العصائب بالإشارة إلى أن أمريكا لن تصل لما تريده في العراق بينما تضمن بيان ميليشيا النجباء تهديدا واضحا لما وصفتها بالأصوات النشاز وقالت إنها لن تقبل بالمواقف الرافضة لاستهداف القواعد الأمريكية في العراق وبالعودة إلى تقرير واشنطن بوست يتضح أكثر أن زمن الحرب بالوكالة بين إيران وأمريكا في العراق قد انتهى مع أهد إدارة ترامب التي انتقلت إلى مواجهة مباشرة ليس الهدف الأساس منها كما يظهر إخراج إيران من العراق بل الحد من قدراتها وهو الحد الفاصل الذي يجعل العراق اليوم ساحة لصراعات دولية على النفط والنفوذ من جانبها لا تزال الأحزاب السياسية في العراق تستفيد من هذه التجاذبات إلى الحفاظ على مصالحها وتوازع الثروات فيما بينها وتريد استثمار ما يجري للقضاء على تظاهرات ثورة التشرين التي تحمل مشروعا مغيرا لكل هؤلاء مشروع تحرير العراق واستعادة سيادته الوطنية ترجمة نانسي قنقر